من دعم الاستمرارية إلى دعم مطالب الحرك أبدانية في الترشح لرئاسيات الرابعة جويليا لكنه تراجع في آخر لحظة بالقاسم ساحلي الأمين العام لتحالف الوطني الجمهوري ضيف رواق السياسي ترجمة نانسي قنقر أهلا بك سيد ساحلي وشكرا لك على تلبية الدعوة شكرا لك على استيضا أهلا بك نبدأ مباشرة سيد ساحلي من خطاب قيادة الجيش التي تؤكد على الحوار الشامل بين كل الأطياف وهي ليست بالمرة الأولى في المقابل لا توجد أي مبادرة جدية أو فعلية من طرف الأطراف الأخرى وأخص هنا الطبقة السياسية من ينتظر من لعقد ندوة الحوار الوطني في حقيقة الأمر بالنسبة لنا للتحالف الوطني الجمهوري الخط السياسي كانت دائما ثابت سوى قبل 22 أو بعد 22 ما فيش تناقض فيما وقفنا لأننا كنا دائما ندعو أن تكون العهدة الرئاسية القادمة عهدة للإصلاحات وعهدة للانتقال بين الأجيال ونعتقد بأن هذا هو بضبط ما يطلبه الحراك الشعبي لهذا فنحن مرتاحون لمطالب الحراك ونسعى قدر المستطاع إلى الاستجابة لهذه المطالب وإيجاد حلول من هذا المنطلق عندما تعود إلى خطابات حزبنا منذ شهر مارس وأفريل وآخرها منذ يومين فقط عندما قررنا تعليق مشاركتنا في الرئاسيات وليس الانسحاب دائما كنا نقترح ونؤكد بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة السياسية لا يمكن أن يكون إلا الحل الدستوري الانتخابي وفي إطار حوار سياسي جامع وغير إقصائي وكذلك حلا دستوريا يرافق بمجموعة من الإجراءات ذات الطابع السياسي والقانوني لطمأنة الرأي العام من جهة للتكفل بالمطالب المعقولة للحراك من جهة ثانية ولترميم الثقة المهزوزة بين السلطة من جهة وبين الحراك الشعبي من جهة فبالعودة إلى قضية الخطاب القائد الأركاني بالأمس فنحن بطبيعة الحال نتقاسم هذه الرؤية وسبق ونعبرنا على أن لا يوجد أي حل إلى الحوار حوار ولكن لا يجب أن يكون حوار الطرشان حوار مسؤول حوار جد وواقعي وحوار ماذا يعني؟ يعني يتطلب تنازلات مشتركة كما أشرنا إلى ذلك في بياننا الصحفي منذ يومين وكما أشار سيد الفريق جيد صالح عندما قال تنازلات من هذا الطرف ومن ذلك حوار كذلك يشعر فيه الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذا الأزمة التي نر بها البلاد طيب إلى أي مدى يمكن أن يصل حجم هذه التنازلات التي ذكرها أمس سيد جيد صالح وذكرتمها أيضا حسب مما تقول بالنسبة لنا عندما أعلننا ترشحنا وحتى قبل الإعلان ترشح عندما انطلقنا في مشاورات مع سيد الرئيس الدولة بالضبط في 22 أفريل الماضي أصدرنا بيان صحفي وقلنا نحن مع الحل الدستوري الانتخابي ونرافقه بمجموعة من الإجراءات وذكر بها في عجالة أول إجراء هو الاستجابة لمطالب الحراك مسألة ترحيل بعض الباءات وتكلمنا عن ضرورة تأسيس حكومة تعتوافق وطني حكومة كفاءات بقيادة شخصية وطنية مستقلة يعني تجاوز الباءة الأول قضية كذلك معالجة إشكالية الرئيس الغير الشرعي للمجلس الشعبي الوطني ونحن هذا الكلام لا نقوله من اليوم بالنسبة لحزبنا أذكرك وأذكر سادة المشاهدين بأننا احتجينا وحتججنا على ما جرى في المجلس الشعبي الوطني شهر أكتوبر من العام الماضي عندما كانت بعض الأحزاب التي تزايد علينا اليوم كانت قبلت دوسة على قوين الجمهورية أنا ذاك نحن ترحيل الباءة الثانية المطلب الثالث أو الإجراء الثالث الذي يرافق الحل الدستوري طلبنا بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وأعتقد الآن هي قيد الإنجاز وأصبحت مطلبا مشتركا بين الجميع والشيء الرابع طلبنا بتعديل بعض المواد تقانون الانتخابات التي لها علاقة مباشرة بالانتخابات الرئاسية وقلنا أنا ذاك في 22 أبريل قلنا إذا هذا المصار التوافقي تطلب مزيدا من الوقت قلنا أنا ذاك بالنسبة لنا في الآينار لا نرى مانعا أبدا أن تؤجد الانتخابات التي كانت مقررة في أربعة جوينية تؤجل بضعة أسابيع ولكن اشترطنا أن يكون التأجيل في الإطار الدستوري وليس في الإطار المرحلة الانتقالية وإذا سمحتني في 30 ثانية بشر مواطني فهمنا لماذا نحن مع الحل الدستوري لرهيد عليه الجيش ونحن ضد المراحل الانتقالية مع احترامنا الشديد للطبقة السياسية أو الشخصية الوطنية التي هي مع حل المرحلة الانتقالية ببساطة شديدة الحل الدستوري ما هو هدفه النهائي هو بعد ثلاث أشهر ننتخب رئيس الجمهورية شرعي لكن لم يبقى الوقت سيد ساحلي بعد ثلاث أشهر أخرى لا تكلم على أربعة جمهورية في هذا الحالة أربعة جمهورية سأتكلم عليها بعد قليل بالنسبة عامة الحل الدستوري الهدف انتعه هو إجراء انتخابات شفافة ونازيهة وانتخاب رئيس شرعي بعد ثلاث تسعين يوم الحل المرحلة الانتقالية كذلك عندما نسأل أصحاب هذا الحل ما هو الهدف؟ يقول لك الهدف هو الوصول إلى انتخابات رئاسية بعد ست شهر بعد ربعة شهر إذا بالنسبة لنا إذا عندنا زوج طرق يؤديه إلى نفس الحل فالمنطق والعقل والحكمة وش تقول؟ أنني أختار طريق الأسلم وش هو طريق الأسلم؟ وش غول أنت رايحة من العاصمة إلى ولاية أخرى كين طريق معبد وفيه الإنارة العمومية اللي هو الطريق الدستوري مواد تعد دستوري هي الإنارة العمومية طريق معبد ومقابل هذا الحل الانتقالي هو طريق غابي ما فيه لا إنارة لا قواعد محددة ولا شيء وبالتالي نفضل الحل الدستوري الذي يجعل بميد الجزائر الحل الدستوري سيد ساحلي هنا لم يبقى الوقت لبقاء السيد بن صالح لم يبقى إلا قرابة شهر ونصف على انتهاء المدة المحددة لقيادة بن صالح لهذه المرحلة في هذا الحال أليس بالخروج عن الدستور في الفترة ما بعد سيد بن صالح؟ بالنسبة لأنا لست مختص في الدستور ولكن ما تابعته من بعض المختصين وقراءتي السياسية للدستور وقراءة حزبنا بطبيعة الحال لا أعتقد بأن سيد رئيس الدولة ستنتهي مهامه يوم 9 جوليا بالنظر لمستجدات موعد 4 جوليا لكن مهامه تنتهي بعد 90 يوم نعم سأشرح رؤيتنا المادة 102 ماذا تقول؟ تقول بأن رئيس مجلس الأمة يطالع بمهام رئيس الدولة من أجل ماذا؟ هل من أجل 90 يوم أم من أجل إجراء الانتخابات؟ المادة واضحة من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم المهام لرئيس المنتخب بعد آداء اليمين دستورية في غضون 90 يوم يعني الفلسفات على الفهم هي أن مهمة رئيس الدولة مرتبطة بمهمة إجراء الانتخابات أكثر منها ارتباطاً بتسعين يوم هذه رؤيتكم؟ نعم رؤيتنا وأتوقع أن تكون رؤية المجلس الدستوري يعني بعد أيام المجلس الدستوري أكيد سيصدر قراره فيما يخص الانتخابات الرئاسية أربعة جوليا من المتوقع أن تكون ربما الملفين الموضوعين لا يستوفيان الشروط إذن المجلس الدستوري سيعلم بأن انتخابات أربعة جوليا فقدت موضوعها وبالتالي يتاح للسيد رئيس الدولة استدعاء لها الناخبة مجدداً واستدعاء لها الناخبة كما هو معروف في قانون الانتخابات يتطلب 90 يوم جديدة إذن أنا شخصياً لا أرى بأن يطرح إشكال الخروج عن الدستور فيما يخص مهمة رئيس الدولة هنا يعني ننتظر خطوة من المجلس الدستوري نعم هذه البداية للفصل في تاريخ الانتخاب الفتوى أولاً للفصل في الانتخابات أربعة جوليا مع احترامنا لجميع المرشحين ولكن أتوقع بأن المرشحين الاثنين لذين أو دعا ملفائهما ربما ما يكونوا ملفاتها مستوفية إذا كان ملفات مستوفية انتخابات صبح في حكم الأكيد ولكن أتوقع ربما بنظر الصعوبات على جمع التوقعات بأن الملفات ستكون مرفوضة وبالتالي تاريخ أربعة جوليا سيصبح في خبر التأجيل وهنا يعود رئيس الدولة إلى المجلس الدستوري طالب رأي وليس فتوى رأي دستوري وهذا أمر متاح في الدستور كيف نفعل؟ وأعتقد بأن رئيس الدولة من صلاحيته إعادة استدعاء الهيئة الناخبة مجدداً ولكن بالنسبة لنا طالبنا أن لا يكون تحديد تاريخ انتخابة جديدة فقط من صلاحيت سيد رئيس الدولة ولكن قلنا يجب أن يتم هذا بعد الحوار الذي دعا له الجيش ودعونا له نحن ودعت له طابقة سياسية حوار من أجل هدفين أساسيين كيف نؤسس لهيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات من ناحية الصلاحيات والتشكيلة وكيف نتفق على تاريخ توفقي لانتخابات القادمة طيب سيد سحلي هنا أنتم دعوتم إلى حوار قيادة الجيش في كل مرة تدعو إلى حوار بعض الأحزاب دعت أيضا إلى حوار لكن فعليا كيف يمكن الجلوس كل الأطراف على طاولة وحيدة يعني في أقرب وقت لأنه ما فيهش وقت كبير والحالة للإنسيدات رأي مستمرة حسب الكثير فيما يخص قضية تضيع الوقت نحن كنا السباقين في حزبنا إلى الإشارة منذ 11 مارس المناضي منذ تاريخ انسحاب الرئيس السابق إلى ضرورة التعجيل بحوار بين الطابقة السياسية وعدم إضاعة الوقت أضعنا الفترة الدستورية لرئيس السابق وأضعنا أو نكاد نضيع الفترة الدستورية لرئيس الدولة الحالي أعتقد الآن أغلبية الأطراف السياسية قد فهمت بأنه لا يوجد حل إلى الحوار وأنا أحب أن نوضح مسألة أن الحوار بعض الأطراف تضع له شروط يعني قال نحيلي الباء هذا ونحيلي هذا وهذا الحزب اللي كان مع الموالد ما يجيش باش نتحاور أنا أعتقد الحوار يتم بين الأطراف المختلفة ولا يتم بين الأطراف المتفقة فلهذا جلوسنا مع سيد رئيس الدولة أو مع من يمثل رئيس الدولة هو أمر طبيعي جدا الحوار نحن نقوله الحوار تعالى الجميع بدون إقصاء والجيش أكد على هذا قال بللي الحوار يتطلب إصغاء الجميع للجميع معنا ما نقدرش نقصيب حتى واحد ولكن علاش نتحاور باش نستفهمنا بللي الحوار لا يعني الانتفاف على مطالب الحراك الحوار لا يعني رح نتفاوض مع بن صالح ومع بدوي باش يبقاو نتحاور معهم كيف يديروا انتخابات ويغادروا يعني كيف نتحاور على تحقيق مطالب الحراك وهنا أضم صوتي للسيد أحمد بن بيتور لطرح فكرة جيدة وهو أنه حقيقة الأمر ماذا سيتم ليس حوار وإنما تفاوض كيف نرحل ما يسمى برموز النظام وندخل في المرحلة الجديدة لكن ربما الفكرة التي أطرح هنا ما يطرح خارجا الفكرة هنا أنه ليس رفض للحوار حسب ما يقول البعض وإنما رفض للمؤطرين الذين سيشرفون على الحوار وفي هذه الحالة ما هو الحال؟ نحن نتفق تماما مع هذا المطلب وقلناها في بيان الصحفين تعنا بأن المواطنين والحراك ليسوا ضد الانتخابات من ناحية المبدأ بل ضد موعد أربعة جويلية من ناحية من سيؤطر هذا الموعد والآليات التي تحت تنظيم انتعو وهي آليات أثبتت بأنها آليات مزورة وهذا الكلام ما لنش نقوله فيه اليوم حنا حزبنا اشتكى من التزوير في 2017 منذ سنتين باش الناس ما تقولش باليارك بكنتوا ساكتين كلامي مسجل اشتكينا من التزوير في الانتخابات الشريعية واشتكونا من التزوير لإجراء في الانتخابات المحلية ولكن نحن الذين ثقافة الدولة نعالج الأمور دون تكسير كل شيء إذن الآن ما هو المطلوب؟ مطلوب أن نركز على الأساسيات ولهذا في خطاباتنا نقول الحوار والحراك مطلوب منه أن يضع أولويات لمطالبه يتفق الجميع بأن تنفيذ وتجسيد مطالب الحراك لا يمكن أن يتم في 24 ساعة بل يجب أن نبدأ من البداية البداية في اعتقادنا هي انتخابات نزيهة وانتخاب رئيس جمهورية شرعي يقع على عاتقه بعد ذلك إطلاق ورشة موسعة للحوار حول الدستور حول القانون الأحزاب حول انتخابات شرعية مسبقة حول محلية مسبقة وربما حتى حول رئاسية مسبقة إذن الآن نركز على المهم ما هو المهم؟ نعم هناك شبهات تزوير لدى السيد وزير الأول وطاقمه الحكومي ولدى السيد الرئيس الدولة كيف نزيل هذه الشبهات وهذه المخاوف؟ نزيلها بالجلوس إلى طاولة الحوار للتأسيس للهيئة الوطنية العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات كيف يمكن الجلوس على طاولة الحوار؟ قلت وأعيد فيه الكثير من المبادرات لكن فعليا كيف يمكن الجلوس سيد ساحل؟ أنا أتوقع أعطينا حل ربما كما جالسنا مع السيد عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة منذ شهر هو عندما يدعو رئيس الدولة إلى ربما قد يدعو هو إلى حوار أو ربما لتفادي هذا النقطة عن إشكالية رفض الشعبي للسيد الرئيس الدولة قد ربما يكلف شخصية وطنية مستقلة هي التي تقود الحوار مثل ما قمنا بذلك في 1974 تذكر الأزمة الأمنية في ندوة الوفاق الوطني وندوة الوفاق الأولى والثانية ليس رئيس الدولة مباشرة آنذاك سيد علي كافي ثم بعده سيد ليامين زروال كرئيس دولة وليس كرئيس جمهورية مهم شوما لدعو الحوار مباشرة وإنما دعو لجنة فيها ثلاث أشخاص طريقة تقنية لا تستطيع إشكال لسونسي لكم نكون متوافقين على ماذا نتحاور نتحاور ليس على الانتفاف على مطالب الحراك أو الانتقاص منها بل نحن دائمين هذا المطالب الحراك نتحاور على كيفية تجسيدها في أقرب وقت ممكن وعن طريق الانتخاب خلينا نتحدث التقيتم بسيد بن صالح في إطار المشاورات هل أبدأ لكم استعدادا لترك المنصب في حال استمرار الوضع على ما هو عليه؟ عندما التقينا مع سيد عبد قدر بن صالح كان ذلك منذ أكثر من شهر تقريبا وربما وعشرة أيام إذن كان الوضع في 23 أفريل بالضبط يعني تقريبا منذ بعد 15 يوم من استلامه مهامه إذن مسألة الرحيل لم تكن مطروحة ماذا كان مطروح؟ هو أن هذا الإنسان يقول بأنني لم أطلب هذا المنصب وإنما الدستور المادة يثنيه لحملة مسؤولية ومن منطلق ثقافة الدولة لا يمكن أن نترك مؤسسة الدولة في فارق خاصة مؤسسة رئاسة الدولة أو رئاسة الجمهورية وبالتالي هو مع الحل الدستوري ولكن مستعد وأبدع على استعداده في العديد من المناسبات لمرافقة هذا الحل بضامانات قانونية وسياسية حتى نزيل مخاوف تزوير الانتخابات وأعتقد أنا رأيي الشخصي كحزب وحتى كمسؤول سياسي أعتقد بأنه لن يغامر أي أحد حتى ببقاء الباءات للتزوير لأن الآن هناك توجه عام لدى المجتمع هناك رغبة جامحة لدى كل المواطنين للمشاركة في الانتخابات لكن لا توجد دمانات نتحدث الواقع نعم نقول لك الواقع أنا نطلق شوفي أنا ندير الانتخابات من سنة 95 ماشي مليوم التزوير الحقيقي كيف نمنعه هو بالتجنيد الشعبي عندما أنت وانا ما نمشيش ننتخبه الإنسان اللي رأيه في المكتب ينتخب في مكاني بس حكي نمشي ننتخب ونحضر كمواطن وهذا يعطيه لي الحق عنو الانتخابات عندما نحضر في عملية الفرز فهناك آلية قوية تضمن الانتخابات يضاف لها التأسيس للجنة وطنية حتى نسحب صلاحية تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية ووزارة العدل ونمنحها لهيئة وطنية مستقلة كما جرت في كل الدول انتعالي انتقال ديمقراطي لأن علينا أن لا نضيع مزيدا من الوقت وأن نجلس إلى طاولة الحوار ونخرج بحل توافقي لإجراء انتخابات وصلت الفكرة سيد سحلي هنا الطبقة السياسية مرفوضة في الشارع هناك أزمة ثقة كبيرة بين الشارع والطبقة السياسية الشارع يرفض طبقة السياسية وكل ما يقترحه رجال السياسة من المسؤول عن حالة الانسداد التي نحن عليها اليوم؟ ربما أقول بش نكون موضوعين نقول بكلنا مسؤولون الحراك مسؤول لأنه لم يبرز ممثله ونحن منذ شهر مارس ونحن نطالب الحراك بالاستمرار ولكن الاستمرار في إطار سلمي وفي إطار الابتعاد عن الاستغلال الحزبي ورفض التدخل الأجنبي ويوضاف لهذا باش الحراك يبقى ناجح يجب أن يمثل أو أن يؤطر لكن الحراك لا يمكن تمثيله في الظروف الحراك كان بطريقة عفوية هنا لا نستطيع أن ننوم الحراك على حالة الانسداد سهلية سيدة المحترمة الآن نحن في الشهر الرابع من الحراك تمثيل الحراك وتأطيره في الأيام الأولى كان أمر ليس معقول شيء طبيعي ولكن الآن إذا طالت المدة والحراك لم يؤطر بالحد الأدنى نعرف بلي 20 مليون جزائري موش سهل باش تأطرها لأن فيها توجهات سياسية فيها اختلافات ولكن نتأطر حول أهم المطالب عندما تقول لازم نتفاوض مع السلطة باش ترحل لازم يكون عندك ممثلين طيب ألا تتحمل الطبقة السياسية المسؤولية قبل الحراك هنا لا نبدأ بالحراك مباشرة لأن الحراك مطالبه مشروعة نتحمل جزء المسؤولية ولكن الفرق بينها في الانر نحن ندير الخطابات الواقعية نحن لا نداهن نحن لا ندير خطابة شعبوية قال الحراك رغم ماشي هكذا نمشيه معاه لا نقول مطالب الحراك معقولة ونحن نتبنينها ولكن نقدم حلول ولهذا قدمنا خارطة الطريق معتمدة على تلبية ترحيل ثلاث باعات من الأربعة وقلنا للحراك يجب أن تصبروا على رئيس الدولة لماذا؟ ليس برعنا معاه ورعنا يحبين يقعد لأنه هو أبسط الحلقات أو أضعف الحلقات في الترحيل رئيس الدولة سيذهب أوتوماتيك سيذهب بشكل آلي بعد انتخاب رئيس الجمهورية على عكس رئيس الحكومة الذي قد يبقى بعد انتخاب رئيس الجمهورية حتى رئيس البرلمان تعرفي لك لم يستقلش لوحده تعرفي العهدان تعوي لغاية 2022 وحتى بش ينحيه رئيس الجمهورية القادم لازم يحل البرلمان وحتى حل البرلمان ما هو قرار رئيس الجمهورية عندما يقعد على الكرسي يمضيه لازم تشاور مع المجلس السوري مع رئيس مجلس أمة هل ترى في ذهب بدوي وذهب بشار بسبيلا للحل؟ نعم ربما احنا طلبناها منذ شهرين ولكن بالنسبة لنا الأولوية ليست في هذه بكل صدق الأولوية هي الجلوس إلى طاولة الحوار لاتفاق على هيئة مستقلة وإذا أصر شراكنا في طبقة سياسية نحن ديمقراطيين إذا قدوا طاولة الحوار كانت فيها الأغلبية مع رحيل الحكومة فلترحل مكاحتة إشكال لماذا؟ استخلافها بالآليات الدستورية أمر موتاح ورحيل رئيس المجلس الشعبي الغير شرعي أمر موتاح كذلك في نسبة ساعة نقدر ننتخبه أما رحيل رئيس الدولة واستخلافه بالآليات الدستورية حالية سينتج لنا باعا آخرا قد يكون مرفوض بهذا نقول لإخوانا المواطنين بكل صدق والله يعلم بأن ما عندنا حتى غرض من هذا الطرح سوى تقصير أمد الأزمة وقائد الجيش قال هذا الكلام عندما توطول أمد الأزمة سيخترق الحراك وقد لا قدر الله سنذهب إلى انزلاقات أمنية أو سياسية وهذا أمر موش محبت طيب هنا ربما هذه لغة يقول البعض أنها لغة تخويف يعني في حال عدم استجابة الشارع الشارع طلبة أو مطالب الشارع هي مشروعة وواضحة جدا هنا لا يمكن أن نلقي اللوم على الشارع فقط هنا ربما الأولوية لإيجاد حل هو طبقة سياسية لها دائما كانت في الواجهة ومن هم الآن في الحكم سيد سحلي نحن لا لن نلوم للحراك الحراك هو صاحب السيادة ونحن عندما ترشحنا الانتخابات لبعض من الصحفيين قالوا أنتم ضد الإرادة الشعبية لماذا الحراك ضد الانتخابات وأنتم ترشحون قلنا لا نحن لأننا نؤمن بالإرادة الشعبية وبأن السيادة للشعب وضعنا أنفسنا كمرشح وكحزب في ميزان الشعب لكن الشعب كان رافض هذا الموعد أساسا لو كنا ضد الإرادة الشعبية لكنا سرنا في المرحلة الانتقالية التي قد توصلنا إلى الحكم بعيدا عن الإرادة الشعبية وهذا هو الشيء اللي يحبينه بعض الأطراف اللي يقول لك نمشي مرحلة الانتقالية لماذا؟ إذا كان نتارك معك 20 مليون على الحراك نمشي الانتخابات ودي رئيس الجمهورية فوز برئاسة الجمهورية لخمس سنوات أما الناس اللي تسوجه للانتخابات كما إحنا هذا الدليل بإحنا نحترم الإرادة الشعبية ثم عندما سحبنا أو علقنا ترشحنا كان لإعتبارات أربعة أولها الاعتبار الشعبي لأننا شفنا بأن فيه رفض كبير ليس للانتخاب كمبدأ وإنما للموعد ولمن سيؤثر موعد أربعة وجويلية هذا الدليل بأنه ما نجد الإرادة الشعبية بل بالعكس نحن نقترح حلولا واقعية كيف للحراكي أن يجسد مطالبه بأقصى سرعة ممكنة في انتخابات رئاسية شفافة ونزيحة مسألة المطالب التنازلات نحن نعم قلناها منذ شهر سبتمبر والحمد لله الآن طبقة سياسية عادت إلى مقاربتنا ونثمي الموقف الجيش لهو يدعي إلى حوار يتبنى على أساسهاش التنازلات المشتركة تنازل من الحراك قد يتجاوز مطلب رحيل رئيس الدولة مثلا ومن جهة أخرى على السلطة أن تتنازل المطلب الإبقاء على الحكومة وعلى رئيس البرلمان يعني كاين حلول توفقية المشكلة هنا ليس فقط في رئيس البرلمان سيد سحن على سبيل المثال لأن هذا هو هذه العقدة نعم الحراك ماذا يطالب لا انتخابات في ظل العصابات يعني لا انتخابات مع احترام لجميع الأشخاص بطبيعة الحال في ظل حكومة سيد بدوي وفي ظل رئيس الدولة وفي ظل رئيس البرلمان احنا قصرنا منذ شهر مارس قلنا هناك مطلب من الحراك هل تتوقع أن الحراك قد يتنازل؟ الحراك مطالبه واضحة ومنذ بداية الأسبوع الأول الأسبوع الأول وهو مطالبه ثابتة لماذا؟ لماذا يتنازل الحراك ولا يتنازل أطراف الأخرى؟ اذا يتنازل الجميع نحن نقول تنازلات مشتركة والجيش قال تنازلات من هذا الطرف أو ذاك شوفي عندما تجلسي في حوار نغير المعقول نجي نتحاور معك وراني حاط فيه رسي ندي 100% من مطالبي ونتي تدي 0% من مطالب انتعك هذا ليعتبر حوار هذا يعتبر تعنت وتشدد وما يديش للخير إذن الحوار من أجل مصلحة واش لا مصلحة الشعب ولا مصلحة الدولة من أجل مصلحة الأمة بالحراك بمؤسسة الدولة بالاستقرار تعب لدنا نحن لماذا قلنا باللي لازم نذهب إلى الانتخابات في أسرع وقت أولا لتدبيت مطالب الحراك ولتخفيف الضغط كذلك موش معقول الحراك يستمر هكذا لسنوات موش معقول نبقاو مؤسستنا الأمنية في الضغط هل تعلمي بسيدتي بأن مؤسساتنا الأمنية اللي تضمن في أمن الحراك وأمن المتظاهرين هما مواطنين كما أنا ونتي ليشتغلوا 12 ساعة في اليوم إحنا إذا كان أنا ونتي والحراك نمشي نفطر في داري في رمضان في رحمة ربي هذا الناس راح يفطروا بالأوروبا فرواء إذن تحمل هذا الضغط من الحراك من الوضع الاقتصادي من الجهد الأمني غير ممكن مع طول المدة لهذا نقول يجب أن هذا بلا حوار بناء حوار البناء يعني الحوار التوافقي سيد سحلي ذكرت هذه الفكرة طيب ننتقل هنا إلى نقطة أخرى ما رأيك في الطرح القائل بأن من تسبب في الأزمة أو كان على صلة بالمتسببين بالأزمة أن يرحل يعني يطالب بأن يرحل أتحدث هنا عن إقصاء من سهموا في الأزمة طيلة حكم بوتفليقة الدعوته إلى العزل السياسي يقول البعض أنكم كنتم من دعاة الاستمرارية وهذا أمر واضح لا يستحق أن نذكر أن قاله البعض إذا طبق ما تدعو إليه بعض الأحزاب ألا تجدون أنفسكم مقصيين من المبادرة؟ أبدا شوفي بالنسبة لنا كنا أول حزب تكلم وأشار إلى خطورة بعض الشعارات من شكلة شعار يرحل وقع الذي طبق في العراق عندما جاء الحاكم العسكري في العراق الحاكم الأمريكي حل الجيش العراقي وحل مؤسسة الدولة العراقية والآن تجربة رأينا نشاهدها وين راهي الآن العراق أصبح ثلاث دول وليس دولة واحدة وياريت التقسيم الفيدرالي حقق الأمن والأمان والرافاه لشعب العراقي الشقيق إذا كنا ننبه لهذه المسألة نقول بأن الحكم على مواقف طبقة سياسية قبل 22 فبراير الحكم عليها بأدوات وبالوعي الجديد ما بعد 22 فبراير هو خطأ كبير كلنا كنا مسؤولين بقدرين من معين إذا كان حزبي كان مع رئيس الجمهورية السابق لفترة سنة بالضبط في الحكومة مسؤول نعم الأحزاب اللي كانت مع رئيس الجمهورية عشر سنوات وخمسة عشر سنة هل هي مسؤولة معنا أم لا كلنا كنا مسؤولين إذن لا إحنا لا نخجل بما وقفنا سياسية ولكن نحن نخضع للإرادة الشعبية ماذا وقع في 22 فبراير لوحد ولا واحد كان يتوقحها هو أن الشعب انتعنا استرجع سيادته لكان يمارسها عن طريق المتخبين دير تقييم 57 سنة قال بلي هذا الممارسة تعل السيادة عن طريق الممثلين ما قنعتنيش الشعب طالب قال رجعوا لي سيادتي باش نعاود نمارسها بطريقة أخرى وإحنا قابلين هذا الشيء أما مسألة العزل ولا واحد يقدر يعزل مواطن جزائري من غير العادلة يعني بحكم المواقف السابقة سيد ساحلي هذا مفهوم خاطئ لأنه هل تعتقدي بأنه يمكن أن نبني جمهورية جديدة بالإقصاء إذا كان بعض الطابقة السياسية كانت تشتكي الإقصاء إذا كان إعلاميين ونشطاء ونقابات ومواطن عاديين كانوا يشتكيوا الإقصاء في النظام السابق هل يحقوا لأحد أن يبني جمهورية جديدة بالإقصاء وصلت الفكرة يعني هنا تقول أنه لا يمكن إقصاء أي مواطن جزائري من الحوام من العمل السياسي والعمل الحزبي ولا واحد يقدر يقصينا من يقصي هو شعب صاحب السيدة في الصندوق عندما نمشي للانتخابات الرئاسية يقدر الشعب ينتخب عليها رئيس جمهورية كما يقدر يعطيني آخر مرتبة ونتقبل هذا لأن هذا هو قواعد ديمقراطية خلينا نبقى في نفس السياق سيد ساحلي كنتم في مديرية الحملة الانتخابية لرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة للتاريخ يعني يمكنك كيف يمكن أو كيف كانت الأجواء داخل المديرية للتاريخ أنا لا أكون عضوا في مديرية الحملة أنا كنت أمين عام لحزب سياسي كان داعم ترشح رئيس السابق وبتالي أجواء هي أجواء عادية جدا لا أعتقد بأنها من المفيد لنتحدث على هذا الأمر لتجاوزه الشعب ينتخب عليها أنا قلت للتاريخ أنا لم أكن عضوا في مديرية الحملة بشكل رسمي كنت أمين عام لحزب سياسي داعم هذا الأمر وهذا الأمر نتحمله سياسيا ما عندنا حتى إشكال ولكن نتجاوب مع متطلبات الشارع الشارع للآن استرجع سيادته نحن نساعده باقتراحات من موسى على عكس أطراف أخرى اللي حابة تركب الحراك وحابة تقود البلاد دون شرعية شعبية نحن نقوله اللي رأي وحاب يكون رئيس جمهورية يتقدم إلى الشعب كما تقدمنا وهو الفاصل كيف فاصل؟ وحنا تقدمنا في فترة شهر الماضي في ظل ظروف صعبة جدا ظروف سياسية وماناخية وحتى رمضان وقدرنا باش نستطيع نجمع 731 استمارة تتوقيع من المنتخبين المحليين ثم تراجعتم لإستجابة المطالب الحركة وسحبنا سعلقنا لمشاركتنا بسبب مبرر شعبي ومبرر دستوري لأن الآليات الدستورية تعرق بمعيش منصابة مبرر قانوني لأن تعديل قانون الانتخابات لم يتم ومبرر سياسي لأننا لاحظنا بأن طبقة سياسية غير متوافقة على موعد أربعات خلينا نقعد في نفس الفكرة سيد سحلي هل كان هناك دور لما يسمى بالقوى غير الدستورية في الدفع باتجاه العهد الخامسة؟ والله الحديث على هذا الموضوع الآن أصبح الكل هو قوى غير دستورية والكل أصبح قوى دستورية هنا نتحدث عن القوى غير دستورية يعني بين شكون هما الرؤوس يريد تحديها لي باش نقدر نجاوبك فقط إذا نتكلم على مستشارين اللي كانوا سابق في الرئاسة نحن حزب شرعي نحن حزب شرعي وسبق وأنا جبنا على هذه الأسئلة حتى في 2014 قلنا نحن مدام حزب مؤتمد قانوني ويتعامل مع مؤسسة الدولة من مطلق الثقة أنا ما كان عندي حتى سبب يدعوني للشك في بيانات رئاسة الجمهورية مثل كل مؤسسات الدولة قبل 22 في براير ولا مؤسسة الدولة ولا حزب سياسي كان يشكك في بيانات أو قرارات رئيس الدولة يعني رئيس الدولة عندما يدستر الأمازيغية نقوله هو لدارها وعندما يدير حاجة أخرى نقوله لا فهذا الأمر أعتقد بني تجاوزناه الآن نحن نقر بأن هذه الإشكالية مطرحة في نظامنا السياسي ماشي غرب مع رئيس بودفريقة نعم بالنسبة لنا عندنا رؤية في الآينار لمسألة القوى الغير الدستورية نسمح لي في دقيقة نحن نفضل أن نقول بأنه البلاد تعنا منذ 58 منذ مؤتمر منذ 56 حتى من مؤتمر السومام نعم كان فيها بعض القوى الدستورية التي تمارس مهاما ليست مخولة لها دستوريا وهذا الأمر في كل الجوانب في مسألة مثلا في مؤتمر السومام أو أولوية السياسة على العسكري وأولوية الداخل على الخارج في مسألة الصراع التي وقع بين الجبيرا الحكومة المؤقتة socialismة وبين جيش الحدود كانت كذلك نعرف بсе جيش الحدود تغلب على الحكومة المؤقتة تغلب على الشرعية السياسية يعني شرعية العسكري أنا ذاك تغلبت على شرعية السياسية هل نقول بأن جيش الحدود ليس مؤسسة دستورية أنا ذاك لا مؤسسة دستورية ولكن ليست من مهامه ممارسة السلطة طيب هل هي الفرصة الإحداث القطيعة مع مثل هذه المؤسسات؟ سنعود مثلا بأمثلة أخرى على الصعيد الإعلامي سعرفي بلي حاليا هناك مؤسسة إعلامية خاصة مؤسسة إعلامية هي مؤسسة دستورية لأنها منصوص عليها في الدستور حرية إعلام ولكن لأنها تجاوزت صلاحياتها أصبحت طلعش سياسي وتهبط سياسي آخر إذا أصبحت تمارس أدوارها غير سياسية غير دستورية اللوبي المالي رجال المال هم مؤسسة دستورية لأنها منصوصة على حرية الاستثمار في الدستور ولكن عندما لا تضبط الممارسة المالية أو ممارسة الاستثمار يتحول اللوبي المالي إلى مؤسسة من مؤسسة دستورية إلى مؤسسة تمارس مهاما غير دستورية بالنسبة لنا في لاينار هذه قضية قضية غير دستورية هي قضية نظام سياسي عام علينا أن نعالجها في الدستور القادم بالفصل بين السلطات بالذهاب شيئا فشيئا نحو نظام شبه رئاسي أو خليط بين الرئاسي والبرلماني حتى نقلل من صلاحية رئيس الجمهورية القادم ونعطي صلاحية أوسع للبرلمان ونعزز من استقلالية السلطة القضائية سيد السحلي ونعزز بصفة عامة من الرقابة الشعبية هذا هو اللي يجعل ما تكونش قوى غير دستورية طيب ما هو موقفكم من جر عدد من المسؤولين ووزراء من العهد السابق إلى القضاء بالنسبة لك كما قلت لك الانر هو دائما حزب شرعي نصمان بارتي ليجاليست إذا ندعيه إلى بناء الدولة تعد حق والقانون والجمهورية الجديدة هذا الدولة تستبنى على احترام الفصل بين السلطات واحترام العادلة وبتالي نحترم العادلة في الأمر الذي يدير فيه شيء ثاني نقول فقط يجب احترام كذلك قارية الباراءة هذا أمر دستوري ما يمكنش أننا نشهر إعلاميا على الأقل هذا الشيء الذي نرفضه إعلاميا أن نشهر ببعض الأشخاص وربما بعد ذلك يصبحوا بريئين ووقعت هذا العمل حتى في التسعينات القرن الماضي تذكري حملة الآياد النظيفة حين زج بمئات الإطارات وحتى لتوفى منهم في السجن وبعد ذلك خرج بريئ من يرد له صمعته وشرفه أنا شخصيا مثلا على مستوى قيادة الحزب وحزبي نتعرض منذ بداية الأزمة إلى حملة تشويه غير مسبوقة وغير شريفة وغير أخلاقية في الفيسبوك وحد يقول عنارنا في الحبس وحد يقول عناسرقنا وحد يقول عناهربنا للخارج وهذه الصفحات أنا ما بايدونتي فيها حتى إذا كان حبيت تروح تشكي في العدالة ما تلقاش شكون هذا الناس وشكون لي أن يردنا شرف إذن نقول نحن مع العدالة أنها هي ركيزة البناء الجمهوري مع احتيام قائلة البراءة ونلح على مسألة الإعلام الآن السلطة القضائية بعد أن حررها الحراك الشعبي وضمنها الجيش الوطني الشعبي عليها أن تمارس سياسة إعلامية باش لا تخليش الغموض وفي نهاية المطاف نقول بأن محاربة الفساد هي أمر إيجابي جدا نعلاش في ثلاث أسباب لأنها مطلب بأساسي من مطالب الحراك شي ثاني لأنها تحمي الاقتصاد الوطني وشي ثاني وهذا هو المهم هو أنه فيه بعض اللوبيات لتقدر تعرقل مصار الانتقال الديمقراطي أنا دائما كنت نقول منذ شهر مارس كنت نقول كل مصار الانتقال الديمقراطي كل مستقبل ديمقراطي أو بيانة الترازيون ديمقراطي ينتج عليه مقاومات في كل الدول قد تكون مقاومة مالية سياسية إعلامية أمنية أو حتى مسلحة فبالتالي تحييد هذه البؤر لتقدر دير لك مقاومة ما يمكن يكون إلا في فائدة الحراك وفي فائدة انتقال ديمقراطي ساليس طيب كانت لك الفرصة لإزالة كل الغموض سيد ساحلي آخر سؤال هنا أتمنى أن يكون باختصار رؤية حزبكم للمستقبل السياسي للجزائر مستقبلا والله إحنا متفائلين بطبعه وأعتقد بأنه لا يتسع الأمر إلا إذا ذاق أضعنا كثير من الوقت الناس الآن أغلبية طبقة سياسية أرى أني لاحظ مثلا كان حزب سياسي من المعارضة إخواننا اللي كانوا متمسكين بالحل الانتقالي لأن أصبحوا يتكلمون عن الحل الدستوري عن الذهاب للانتخابات ولا واحد أصبح يرفض الانتخابات من ناحية المبدأ ولكن يطلبون ضمانات أعتقد بأنه بعد قرار المجلس الدستوري في هذه الأيام يجب أن نتوجه عاجلا إلى حوار وطني لا يهم الشكل فيه بن صالح ما فيهش ما فيهش مشكلة فلنتحاور مع بعضنا بدون بن صالح يسيدي ما فيهش مشكلة ونضع خارطة الطريق ونتفق على مشروع لقانون يخص له المستقلة لصنة من الانتخابات ونقدمه للسلطة لأن القانون في نهاية المطاف فلازم يمر على رئيس الدولة ورئيس مجلس بزارة ويمر عبر البرلمان مهما نقول على البرلمان الحالي غير شرعي مهما نقول على رئيس الدولة إذا توافقنا على هيئة مستقلة لازم تمر في قانون إذا نحتاج رئيس الدولة بشي مررنا هذا القانون وبتالي ما هو مطلوب الآن هو التمسك بسلمية الحراك هو التمسك بالدور الوطني نتعى الجيش الوطني الشعبي الذي يجب أن نبعده عن السياسة نخليه في دور المرافق والضامن أكد عليها سيد جيد صالح الأمس في رسالته الدور المرافق والضامن للجميع فصل في الموضوع شكرا ونتحاور كطابقة سياسية باش نمشي من شاء الله إلى إعادة الكلمة للشعب صاحب السيادة شكرا حتى ينتخب رئيس جمهوري أنتعو شكرا جزيلا لك يا سيد سهل إن شاء الله القادم أفضل شكرا لك على تلبية الدعوة شكرا جزيلا لك مشاهدين شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء شكرا